على صفحات التراب يرسمون أحلاما لا تشبه الواقع ولا تختلف كثيرا عن أحلام سابقهم من الأطفال الذين كبروا وشاخوا دون أن يتسنى لهم اللعب في مساحة خضراء أو حتى حديقة تكون هو المزار الذي يأوي إليه السكان صغارا وكبارا في هذه المحافظة التي تكتلض بالأوجاع والغبار وتفتقر للمتنفسات نحن أطفال محافظة الجوف لن نعيش الطفولة الكاملة مثل بقية المحافظات والعالم لعدم موجود حدائق أو متنفسات لهذه المحافظة فنحلم أن نعيش يوم العيد وأيام أخرى في المناسبات لوصولنا للحدائق والمسابح لم يكن هذا الحلم مطلبا ينشده أبناء الجوف قبل سنوات لكن المتغيرات وما تشهده المحافظة اليوم من اقتضاد بالسكان والنازحين الذين يزيد عددهم عن أكثر من 15 ألف نازح في مركز المحافظة يجعلك أمام ضرورات ملحة كوجود حديقة عامة ومتنفسات يعتقد فيها السكان متسع للحياة وخروبا من ضجيج الحرب وجحيم الصحراء ونحن في الجوف محرومين لا يتوجد حدائق ولا أعيد الأولاد لا داخل البيوت فنطالب في توفير الحدائق في توفير المنتزهات بحيث نمتع أطفالنا ويعيش طفولتهم ومثل ما هي أمنية المواطنين وحاجتهم لمساحات خضراء في المدينة ومتنفسات يذهبون إليها مع أسرهم تبدي السلطة المحلية رغبتك الجامحة ونواياها لتحقيق ذلك غير أن التحديات المالية وشحة الإمكانيات وأشياء أخرى تقف حائلا أمام تنفيذ مثل هذه المشاريع في المحافظة أو كما يعليل المعنيون ذلك ويتمنون تجاوز تلك التحديات لا يوجد مشروع ترفيهي ولا توجد حديقة عامة للأطفال والنساء للكل حتى للأساتذاء للكل المجتمع بشكل عام لكن نحاول في الفترة السابقة وما زلنا وهناك دراسات أيضا موجودة بحيث نحن نقوم بهذا المشروع في أسرع وقت إخفاقات كثيرة تعانيها الجوف فيما تبقى تطلعات وأمل المواطنين في توفر الخدمات والمشاريع التي تعزز حضور الدولة وسلطاتها بعد أن غابت من ذهنية الجميع في هذه المحافظة وحضر ما دونها من أشكال لا دولة لعقود طويلة علي الجرادي قناة بلقيز الجوف